بالهرم المقلوب هو ومن خرج من تحت عباءته من كل هذه الفرق من النوابط والخوارج الذين خالفوا الأمة وخالفوا أهل السنة والجمع الهرم معروف أن قاعدة السفلة واسعة وأنه يأخذ في ضمضيق كل مدماج كل طبقة حتى يصل إلى قمة الهرم وتكون لا يقف عليها إلا واحد تقريبا يعني كأنها حجر واحد قمة الهرم هو قلب هذا الهرم أمسك به وجعل قاعدته فوق الأعلى لماذا الذي يتمسك بالهرم المقلوب يتمسك بالأوهام يخرج عن سنة الله في كونه يخرج عن أمر الله لعباده لأن الله خلق الهرم قعدته تحت وقمته فوق فإذا تفصورنا أن هرم ما قد جعلنا قمته في الأسفل والقاعدة فوق سينهار إن كان من حجارة ده يخلف نموش الكون وسوف يختل ويقع إذا كان من بلاستيك ولا كان لعبة أطفال الهرم لا يكون مقلوبا وإلا أصبح دائرا مثل الضبور اللي كنا بنلعب به زمان ده اللي هو النحلة الهرم لا يكون مقلوبا أبدا حتى يتم الاستقرار في الأمن في الاقتصاد في السياسة لا بد أن نتبع سنة الله في كون القدر